السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابي كانت منكم تكونوا في أفضل حال وصحة وسلامة ونشوفكم دائما في أحسن الأحوال كان بغي نوجه تحية خاصة لنا جدد لأول مرة يشوفوا قناتي كانت منت دعمني بالاشتراك والإعجاب والتعليقات الجميلة اللي في حالكم جاء الله اليوم غدي نحضر معكم كنفة اللي هي نوع من الحلويات الشرقية معروفة في مصر في البلدان المشرق العربي صراحة المضاق ديها رائع جدا وكانت مننا إن شاء الله بعد ما تتبعوا معايا الخطوات كانت منناتنا لإعجابكم وتجربوها وتقولولي في التعليقات الرأي ديالكم بكل صراحة مكوناتها بساط ومتوفرة تقدر يعني قاع الناس يقدروا يوجدوها مكوناتها كانحتاجوا 150 جرام من اللوز كانحمرو شوية في الفرن ماشي كانحمرو حتى صفيكي تحمر بزيان كانخلي نصف حميرة من بعد كانحطوه في مقلات وكانضيفو عليه كأس مملوء من السكر وبلما كانضيفو عليه لمالاوالو كانخليو هاداك السكر يولي بحل كراميل كانبقاه مستمره بالتحريك بهذه الطريقة حتى كيولي بحل كراميل بالضبط من بعد كانو وجد صينية كانحط فيها ورق زبدة كاندهن بالقليل من الزيت النباتي وكانبدا نفرق هاداك اللوز وهاداك السكر اللي ولفها الكراميل كانفرقه بهذا الشكل بشكي برد معنا بسهولة ما تياخدش بزيان الوقت وهي غير واحد خمسة دقائق تلقاه ديجا انه برد وتقدروا هادا الطريقة تدروها الأولاد ديالكم بلاصة ما تجيبوا لهم هدوك الحلويات اللي هما كيتباعوا في المحلات تقدروا تدرو لهم الطريقة وته هي صرحة زوينة يعني أنا جربتها وعجبت ولداتي ذاك شيء لشانا يا قلت نقترح عليكم يعني هدي من ناحية بعد ما كي يبرد لنا هادا اللوز كي نشف يعني بسهولة ما كياخدش بزيان الوقت كيف قلت كنكسروا الأجزاء صغيرة باش كنبدوا نطحنوا في هديك الأداد ديال الطحانة كتتتحن توابل كتتتحن أي حاجة صلبة كتتتحنها هي شوية كتجي صعيبة في التكسير حتى أنا جرحت في صبعي تقدرو تدرو شي حاجة في حال يدلم هراز ولا شي حاجة هرسوه بها في حالا كماش ديكم سهلة صفي وكتتتحنوها في هذك الأداد اللي كتلكم عليها ما كتتاخدش معاكم غير دقائق باش كتوجد هاد النوع من الحلويات صراحة طريقة جديدة ومختلفة المصريين إخوانا المصريين كيدرو الكنافة بالمكسرات المكسرات كتكون داخل أولا كيدروها بال يعني بأي حاجة يعني هما تحبوا يحشيوها من الوسط كجي أو تاني المدق ديالها رائع فأنا ندرت هذه الفكرة ازدتها من عندي قلت علش أنا كان مغي المكسرات علش ما ندروهاش بطريقة اللي كجي شوية مختلفة وجديدة من بعد كن نحط 100 مللي لتر ديال القجلة الطرية السائلة كنضيف عليها هادك المكوين ديال اللوز كراميلي من بعد كن استمر في التحريك بحال هكا حتى كتكون عندي واحد الخليط ما هو عاقد ما هو خفيف يعني كيكون ما بين ما بين وبين كان بقى مستمره بهات الشكل كان بقى مستمره بالتحريك باش ما يبقاش دوك ما يبقاش تكونوا ليا دوك الحبيبات كي يقول لي فحل عجين يعني ماشي عجين ولكن كي قلت لكم كي يكون شوية متماسك يعني ما هو خفيف ما هو تقيل تيكون في حال هكا متماسك وغادي بقى معايا شوية ديال لذاك اللوز المطحون غادي نديروه من الفوق غادي تبقى معايا أو تاني شوية أنا غنضيف هات شوية ولكن غايبقى معايا أو تاني هادي هي الكنافة صرحة أنا معرفت وش كينا في المغرب ولا لا أنا يعني كانت منى تكون متواجدة في المغرب باش يعني صراحة كتعجبني بزاف ومن كراش نديرها كلها كلها فترة وفترة آآ الكنافة كنضيف عليها شوية ديال دقيق باش كتحافظ عليها هذيك القرمشة مني كالطيب و تاني شيء أنها كتبقى يعني ما كتعجنش يعني فاش كتب ما كتعجنش كتبقى يعني محافظة عليها كان بقى ندخل في الدقيق بحال هكا كالكنافة و كان قطعتها يعني ما خساش تكون شوية طويلة كان قطعتها شوية قصار صافي كان ندخل فيها الدقيق بها لا تشكل من بعد غادي نضيف الزبدة 150 جرام ديال الزبدة المدعبة و هات الزبدة ره اللون ديال طبيعي اللون أصفر بهات الشكل يعني ما فيها لا فيلتر لاتاشي حاجة كنحاول ندخلها هات الزبدة جاتني من مصر و ما تيقولوا لها السمنة صراحة تقدروا انتو ما يديروا الزبدة تحطوها يعني تحمروها شوية كتجيب بحال المضاق ديال لبندق كتجي غزالة في الطعم يعني الطعم ديال كيكون رائع جدا اول حاجة كان بدون نديروا الطبقة الاولى كانت بتوا بيدينة كان حاولوا نضغطوا حتى كتولي هذا على مستوى واحد من بعد كان نضيفوا اللوز بالقشدة الطرية و كان بدون نفرقوه على هاتك على كطبقة تانية من بعد كان نضيف هذا اللوز قلية شوية غادي نضيف من بعد غادي نضيف المطبقي من الكنافة وتقدرو قاعد تديروا واحد طريقة خورا انكم طبقة الاولى من الكنافة تحمروها في الفرن تكت طيب بعد باش تضيف الطبقة التانية ديال اللوز اللي هي بالقشدة الطرية بعد باش حطي الطبقة التانية ديال الكنافة غتكون لكم مزيانة انا عندكم الاختيار سواء بغيت تديروا بحال هكا او لا بهالطريقة اللي انا درتها بعد كن بدأ نفرق الكنافة واحد الملاحظة الكنافة في الطبقة التانية ديال ما غاديش نضغط عليها لان مني غا نضغط عليها بزاف كيف ما لحطور هادا هادا الخليط ديال اللوز غادي طلع معايا وانا طلع اذا ما فوق ديال السطح ديال الكنافة ما غاديش يبن يعني ستغرب المهل شوية بحال هكا كيف ما كتلاحظوا غاديش اخد تهيئة مستقيم صافي وكان حط في الفرن على درجة حرارة 180 كنخليها تحمر من التحت تكيبان ولي الجوانب ديال تحمرات من بعد كن نعلي اليها هذا الفرن من الفوق كتتحمر ليها شوية من بعد كن نجبدها نخليها غير مدة ديال جو دقائق او دقيقة ونصف من بعد كن بدأ نسقيها بالشربات الشربات اللي هي عبارة عن كأس من السكر كبير كأس سكر كبير كأس ونصف من الماء وحد المعلقة ديال الليمون او الحامض ومن بعد ما كي تعسل عندي كي يعني ما خفيف ما كيكونش تقين وما تيكونش خفيف وكن نضيف عليه أنا الفانيليا باش كعطي واحد المضاق رائع من بعد اني كاسقيها كتكون هذا هو الشكل النهائي ديالها كنتمنى تنال اعجابكم ويكون الفيديو خفيف ضرف على قلبكم وغادي نقطعها باش شوفوها بالداخل كيف كتكون صراحة المضاق ديالها جد رائع جربتها قبل قبل ما نقدمها لكم أنا غير وارا كيف سبق لي انه حطيت الفيديو كنقبل حطيت الفيديو ديال كنافة ولكن جاني لي حقوق طبع ونشر فهذا كش عاوض حطيت كيف ما كتلاحظ هذا نوع جديد من الكنفة ما 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 شفتوا انتش حد انا حاولت نديرو من عندي وكنتمنى ينال اعجابكم وتجربوه وتقولو للرأي ديالكم بكل صراحة ونتمنى ينال اعجابكم هاد الفيديو لان وصراحة حادرتو غير هكا يعني ما ما كنتش أول نصور وقالت علش لما نشارك مش مع